موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام السلام عليكم أعزائنا الطلبة نلتقي بكم مجددا من على شاشة فضائية قناة العراق التربوية لمناقشة حلول أسلة اختبار الأسبوع الثالث عشر الفصل الدراسي الثاني الخاص بمادة الكيمياء للصف السادس العلمي وبفرعيه الأحياء والتطبيقي طبعا نرجع من طلابنا العزاء متابعة منصة نيوتين تجدون فيها الحلول المناسبة لأسلة الاختبارات لأسبوع الماضية والقادمة إن شاء الله طبعا نأتي إلى دراسة ومناقشة الحلول التي وضعت من قبل طلابنا العزاء نأخذ نماذج من هذه الحلول طبعا علما أن الفصل يتضمن هو الفصل الخامس الكيمياء التناسقية الدرس الأخير لهذا الفصل والأسلة المتعلقة به لدينا العديد من الحلول نأتي إلى الطالبة آية سعد طبعا هنا بس نوضحها لطلابنا العزاء طبعا شكر موصول لجميع الطلب اللي يساهموا في إرسال هذه الحلول المناسبة ولا سيما الطلبة لعزاء طبعا هنا اسم الطالبة آية سعد كاظم الصف السادس أحيائي اسم المدرسة ثانوية القاهرة للمتميزات طبعا هنا عزاء الطلبة كانت الأسئلة تتضمن أنه سؤال واحد وعشرين ما أنواع الليجندات طبعا هنا عزاء الطلبة هذه الأسئلة تتعلق بالفصل الخامس أيضا نوضحها لطلابنا العزاء والسؤال الأول ما أنواع الليجندات عددها مع مثال لكل نوع طبعا هنا عزاء الطلبة يقتصر السؤال فقط تعداد إذا كان هناك ذكر المفهوم يتم ذكره لكن هذا السؤال يقتصر على عدد الليجندات طبعا هنا أنواعها مع ذكر مثال لكل منهما عندنا الليجندات حادية المخلب طبعا نوضح لطلابنا العزاء هذه الليجندات حادية المخلب تمتلك ذرة واحدة لها القابلية على المساهمة في منح زوج الكتروني واحد مثال عليها أيونات الهالوجينات وكذلك الحال لأسيانيد وقد تكون جزيئات مثل الأمونية والماء وكذلك الحال البيريدين ثانيا لقندات ثنائية المخلب مثل الأوكزالات أيون الأوكزالات وعدنا لقندات متعددة المخلب مثال عليها الأثلين ثنائمين رباعي حامض الخليك إذ يكون هو سداس المخلب أي يمتلك ستة أزواج الكترونية ممنوحة إذن كانت الطالبة موفقة في الإجابة على هذا السؤال ونلتقل سوية إلى حال آخر طبعا أعزائي الطلبة لا تنسون المتابعتنا على منصة نيوتين تجدون بها الحلول المناسبة وكذلك الأسئلة التي عدت من قبل جميع اللجان فهي الحل الأمثل لفهم المادة واستيعابها والأسئلة هي خلاصة لكل فصل تم وضعه في هذه القناة منصة نيوتين هي الحل المناسب لجميع الأسئلة وجميع بالنسبة أن الإمكانيات المتوفرة في فهم السؤال وكيفية الإجابة عنه ولكافة الإختصاصات إذن أعزائي الطلبة نلتقل سوية إلى حل آخر وللطالبة بس هذه نوضح الطلابنا العزاء الطالبة هي سنة سدير اسهيل أيضا تمت الإجابة على هذا السؤال وكانت على النحو الآتي طبعا سنة سدير اسهيل من طبعا ثانوية العظمية للبنات المديرية بغداد الرصافة الأولى أيضا الطالبة قد عدت هذه الحلول نسبة للأسئلة تم إرسالها للمدارسهم فكانت موفقة في الإجابة وأيضا أنواع الليجاندات هناك الليجاندات حادية وليجاندات ثنائية وليجاندات متعددة المخلب مثل ما قلنا الليجاندات تعتمد بالدرجة الأساس على الذرات المساهمة والمشاركة فإذا كانت هناك ذرة واحدة عندما تهب زوج الإلكتروني واحد فهي حادية المخلب وإذا وهبت زوجين من الإلكترونات هناك ثنائية المخلب وإذا تم منح أكثر من مزدوج فإنها تتمثل بالليجاندات متعددة المخلب إذن شكر موصول الطالبة نلتقل سوية للجاوب النموذجي الذي تم إعداده من قبل لجنة مادة الكيمياء في التلفزيون التربوي واللي هو الساند والداعم لطلابنا الأعزاء إذن أيضا نفس الحال أعزاء الطلبة هذا السؤال واحد وعشرين ما أنواع الليجاندات عددها مع مثال لكل نوع مثل ما قلنا هناك الليجاندات أحادية المخلب مثال عليها أعزاء الطلبة نكتفي بمثال واحد لإثبات صحة المفهوم وفي عملية التعداد إذن نأخذ أي واحد من الهالوجينات فلور كلور بروميود أي أيون وكذلك الحال لجنة ثنائية المخلب عدنا مثلا أيون الأوكزالات أو الأثنين ثنائي أمين كما مبين أمامك ولجنة متعددة المخلب أغلبية نأخذ أثنين ثنائي أمين رباعي حامض الخليك إذن كان هذا جواب للسؤال الأول ننتقل سوية إلى سؤال الآخر أعزاء الطلبة والذي يعتبر من الأسئلة المكررة وزاريا والتي لها عشر درجات في الوزاري نوه لها نقطة جدا مهمة التمرين ثمانية خمسة أحيائي ودعش خمسة تطبيقي يقول اعتمادا على نظرية آسرة التكافؤ فالانس بونثيوري في بي تي ما هو نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقدين هنا يطلب عزاء طلبة نوع التهجين وكذلك الحال الصفة المغناطيسية وإحيانا يطلب إيجاد قيمة الزخم المغناطيسي خطوات ثابتة عزاء طلبة بس النوه لها نقطة جدا مهمة يجب على طالبنا يعرف أنه السلسلة الانتقالية الأولى عددها الذرية تراوح من 21 إلى 30 سوف نأخذ الأرغون في كتابة الترتيب الإلكتروني لعناصر هذه السلسلة ولي عدد 18 ثم يأتي بعده المستوى الثانوي 4S2 و 3D من 1 إلى 10 أما السلسلة الانتقالية رئيسية الثانية عزاء طلبة فعددها الذرية تراوح بين 39 إلى 48 سوف يأتي غاز الكريبتون 36 ثم يأتي بعده طبعا المستوى الثانوي 5S2 و 4D من 1 إلى 10 أما السلسلة الانتقالية رئيسية الثالثة فتحتوي أيضا على عشرة عناصر وتبدأ بالعنصر المتمثل إلى الثاني يوم 57 وينتهي بالزئبق 80 سوف يأتي بالنسبة للغاز النبيل الزنون 54 و 4F14 و 6S2 و 5D من 1 إلى 10 إذن هذه لازم أحدد سلسلة الانتقالية وكذلك الحال لو هنا تقطة نقطة جدا مهمة أن هناك لقندات ضاغطة قوية تضغط على بعض العناصر وبالأخص السلسلة الأولى التي ترى وحددها الذري بين 21 على 30 هناك خمسة لقندات ضاغطة لازم طالبنا يسجلها يما ويعرفها ويفهمها بصورة صحيحة عندما تأتي في المعقدات التناسقية عند الأمونيا وعند السيانيد وعند أيون الكاربونيل والدمج والإي أن هذه الليجندات الخمسة ستكون ضاغطة على عناصر السلسلة الانتقالية الأولى أما الثانية والثالثة فإن جميع الليجندات ستكون ضاغطة بغض النظر عن قوة الليجند إذن البلاد يوم أعزاء طلبة مثل ما تعرف عنصر من السلسلة الانتقالية الثانية أول خطوة من قطوات الحل يجب إيجاد عدد التأكسد للذرة المركزية الآيون الفلزي ثم يتم رسم مستويات الطاقة المبينة أمامك دائما الـ D أولا ثم الـ S ثم الـ P كما وضحنا في الدرس الماضي هنا 4D ثمانية هاي ثمانية ألكترونات وكذلك الحال 5S2 ألكترونين والـ P فارغ مهيئ لاستقبال الألكترونات الممنوحة من قبل الليجندات إذن أعزائي الطلبة نلاحظ في الشكل التالي المبين أمامك بعد عملية انتقال الألكترونات هنا يتضح الجواب كما مبين بشكل التالي هنا حدثت عملية ضغط انتقال الألكترونات هنا الليجند ضغط وطبعا بالنسبة لنا قلنا الثانية والثالثة كل ضغط أصبح هناك أوربتال فارغ مهيئ لاستقبال الزوج الألكتروني الممنوح من قبل الليجند وكذلك الحال في المستوى الثانوي وهناك أوربتالين في الـ P إذن هناك ثمانية الكترونات آتية من أربع لغندات ونوع التهجين DSP2 وكذلك الحال شكل الهندسي مربع مستوي وصفة الأيون دايا لماذا دايا عزيز الطالب أنظر إلى آخر أوربتال في المستوى الثانوي D إذا احتوى على الكترون منفرد فالصفة بارا مغناطيسي أما عند وجود الزوج الألكتروني فالصفة دايا مغناطيسي طبعا قيمة الزخم هنا صفر لماذا لعدم وجود ألكترونات منفردة على اعتبار أنه قيمة الزخم تحددها الألكترونات المنفردة الموجودة في الأوربتالات إذن كان هذا الجاوب النموذجي والنوه لأطلابنا العزاء نرجو متابعة منصة نيوتن تجدون بها الحلول والأسئلة للأسابيع الماضية والأسابيع القادمة إن شاء الله كل التوفيق لكم مع عزاؤنا الطلبة ننتقل إلى الجواب النموذج الذي يعد من قبل الطالبة اللي نوهنا إلى آية سعد كاظم من ثانوية القاهرة للمتميزات وشكر موصول لها و لجميع الطالبات والطلاب العزاء اللي ساهموا و أرسلوا الحلول المناسبة أيضا أول خطوة عزاء الطلبة تم إيجاد عدد التأكسود مثل ما نوهنا و رسم الأوربتالات لبيان توزيع الألكترونات الذرة المركزية و الألكترونات الآتية من الليغندات إذن كانت الإجابة أيضا موفقة للطالبة و التكملة للسؤال تكون على النحو الآتي إذن كانت الطالبة موفقة في إرسالها لهذه الحلول المناسبة أيضا نفس العملية هنا عزاء الطلبة نوع التهجين عندنا بالنسبة لنا أوربتال دي واحد و الأس أيضا واحد و البي اثنيا إذن نوع التهجين دي أس بي تو كما مبين أمامك و كذلك الحال الشكل الهندسي مربع مستوي و هنا الصفة دايا مغناطيسي لوجود مزدوجات ألكترونية و أيضا قيمة الزخم تساوي صفر أما المركب الثاني عزاءنا الطلبة اللي هو الكوبلت أيضا تم إيجاد عدد التكسود زائد اثنيا و أيضا نفس العملية بس نوضح طلابنا الأعزاء ليتسنى لهم فهم السؤال و الإجابة الدقيقة لهذا السؤال طبعا إنه هنا نقطة جدا مهمة إنه الأسئلة الموجهة و المبينة أمامكم لها في الوزارة 10 درجات إذن أعزاء الطلبة كما مبين أمامك الكوبلت عدد التكسود زائد اثنيا أيضا هنا النوه لماذا لم يحدث انتقال لهذا الألكترون في المستوى الثاني و دي هنا عزاء الطلبة و هنا لا نقطة جدا مهمة عناصر السلسلة الانتقالية الأولى هناك خمسة لقندات فقط ضاغطة أما بقية اللقندات ستكون غير ضاغطة فيكون عندك ثمانية الكترونات آتية من أربع لقندات والتهجين سبي ثري والشكل الهندسي رباع الأوجو منتظم والزخم هنا عدد الألكترونات المنفردة ثلاث يتم تعويضها في القانون لنحصل على قيمة الزخم اللي هي كما مبين أمامك عزيز الطالب ستكون هنا عوضنا بدل كل بثلاثة والمقدار النهائي ثلاثة بوينت سبعة وثمانين إذن كان هذه الإجابة للطالبة آية وننتقل سوية إلى الطالبة الأخرى سنة سدير كل الشكر موصول لطلابنا الأعزاء اللي ساهموا في وضع الحلول المناسبة لهذه الأسئلة طبعا أيضا أول خطوة قامت بها الطالبة هو إيجاد عدد التأكسود وكذلك الحال تم توزيع الألكترونات الذرة المركزية في المستوى الثانوي دي أما الأس والبي كانت مهيئات لاستقبال الألكترونات الممنوحة من قبل الليغاندات إذن أعزاء الطلبة هذا كان الجاوب النموذج للطالبة سنة سدير وكل التوفيق لها ولجميع طلابنا الأعزاء إذن ثمانية الألكترونات آتي من أربع الليغاندات والتهجيم من ناعو دي أس بي تو والشكل الهندسي مربع مستوي وهنا قيمة الزخم صفر لكن بالنسبة الكوبرت أعزاء الطلبة مثل ما نوهنا لكم هنا أعزائي بالنسبة لنا قيمة الزخم تعتمد على عدد الألكترونات المنفردة وكما مبين أمامك هناك ثلاثة الألكترونات منفردة عوضناها في القانون واستخرجنا قيمة الزخم إذن نرجع أعزاء الطلبة للأجوبة النموذجية التي عدت من قبل لجنة الكيميا لتكملة الأسئلة المتبقية إذن عدنا سؤال هذا المشترك لكل الفرعين لحيائي والتطبيقي النوه إلى وكذلك الحال كيفية حالها كذا نوع من الأسئلة سؤال خمسة خمسة من أسئلة الفصل لأعزائي الطلبة لكل الفرعين لحيائي والتطبيقي ما العدد التأكسودي التكافي الأول للحديد في المركبات هناك أربع نقاط أساسية طبعا أنه هنا نقطة جدا مهمة الذرة المركزية أول عنصر على يسار داخل المجال هاي تخليها ببالك أول عنصر على يسار داخل المجال الذرة المركزية ويأتي بعدها الليغندات أما الموجود يمين يسار فهو المجال الخارجي المتأين إذن الجواب كان على النحو الآتي أيضا هذا الجواب النموذجي علما أن هذا الموضوع له في الوزار ثلاثة درجات قد يرد على شكل ونتمنى الموفقين لطلابنا في الإجابة الدقيقة والصحيحة إذن الحديد عزائي الطلبة تم إنزاله عدد الليغندات خمسة في صفر اللي هو عدد تكسد للكاربونيل كما مبين أمامك صفر إذن هنا أنتبه إلى نقطة جدا مهمة المعقد التناسق المعطى في السؤال هل هو مركب له أيون المركب عزائي الطلبة لا أحمل شحنة أي المجموعة الجبري للشحنات صفر أما إذا كان أيون يمثل الشحنة التي يحملها سوى كانت الإشارة موجبة أو سالبة وكذلك الحال المقدار إذن هنا المجموعة الجبري صفر أما النقطة الثانية عزائي الطلبة هنا الحديد أيضا تم إنزاله عدد التأكسد للوقزالات سالب 2 ف3 في سالب 2 سالب 6 يساوي سالب 3 من جدت السالب 3 عزائي الطلبة الشحنة الموجودة على المجال التناسقي إذن هنا عدد التأكسد زائد 3 للحديد في هذا المركب أما ثالثا طبعا هنا عدد التأكسد تم دراستها وفهمها وحفظها ابتداء من الفصل الثالث والفصل الرابع الذي تم إعطاه في دروس ماضية إذن زائد 3 الحديد مطلوب هنا السياني سالب 1 ف6 في سالب 1 سالب 6 وزائد 3 سالب 3 من تعبور تصبح زائد 3 إذن التكافل الأولي عدد التأكسد زائد 3 للحديد في هذا المركب أما المركب الأخير عزيزي طلبة هنا الحديد طبعا هنا الماء صفر وناتروسيل أيضا صفر وهنا الكبريتات سالب 2 عندما تعبر إلى الطرف الآخر تصبح إشارتها موجبة إذن التكافل الأولي زائد 2 إذن ننتقل سوية أيضا لجعوب آخر ولسؤال آخر السؤال الآخر يتعلق أيضا بنظرية آسرة التكافو هذا السؤال أعزاء طلب النوه إلى أنه 10-5 أحيائي و 8-5 تطبيقي من أسلت الفصل لطالما تكرر وزاريا أيضا عدنا أول خطوة نجد عدد التأكسد للخارصين والخطوة الثانية نكتب الترتيب الإلكتروني للذرة المتعادلة مع رسم الأوربيت لبيان توزيع الإلكترونات الذرة المركزية والإلكترونات الآتية من الليجندات ثم بعد ذلك ننتقل إلى التكملة عزائي الطلبة وهنا التكملة والخلاصة وإنه لنقطة جدا مهمة أنه من الأسلة الثابتة والمكررة وزاريا إذن هنا الليجندات أربع أزائي الطلبة قسم من الطلبة واجهناها إثناء عملية التصحيح طلابنا يأخذ أول الليجندات ويعوف البقية لا عزيز الطالب أنتبه لها نقطة جدا مهمة أنه الذرة المركزية أول عنصر على يسار داخل المجال أما ليأتي بعض من الجزيئات أو الأيونات سوف تكون الليجندات أجي أوزعها حسب الأوربيتالات الموجودة وانت حسب منهجك أعلى بالنسبة لأن عدد تناسق يتصل إليه بالنسبة لهذا الموضوع هي أربعة إذن أول ما نجي ذا كان العدد التناسق اثنيا فالتهجيم من نوع أسبي والشكل خطي لكن هناك حالة خاصة وإشاذة عن القاعدة يجب الانتباه للليجندات ثنائية المخلف فأن تهجينها من نوع DSP2 والشكل مربع مستوي أما إذا كان العدد التناسقي ثلاثة فأن التهجين سيكون من نوع SB2 والشكل الهندسي مثلث مستوي أما إذا كان بالنسبة أن العدد التناسقي أربع أزائل طلبة هناك احتماليا قد يكون التهجين SB3 أو قد يكون التهجين DSP2 وهذا يعتمد بالدرجة الأساس على الليجندات وطبيعتها فإذا كان الليجند ضاغط فأن التهجين سيكون من نوع DSP2 هسجلها ملاحظة يما كتفيدك وكذلك الحال إذا كان الليجند غير ضاغط فأن التهجين من نوع SB3 يلا عزيز الطالب نرجع نكمل الأجوبة والحلول المناسبة تمانية الكترونات آتية من أربع لجندات دائما النوه لهذه النقطة إنه أول نقطة تعتمد على عدد الكترونات الممنوحة اللي مبينة أمامك هذه النقاطة عزيزا طلبة دلالة على أنه الألكترونات الممنوحة لليجندات فإذا كان الليجند حاد المخلب يهب زوج الكتروني واحد ويعبر عنه بنقطتين أما الكترونات الذرة المركزية يعبر عنها بسهم إلى الأعلى وإلى الأسفل نوع التهجين SB3 من اشتراك أوربتال من نوع S مع ثلاثة أوربتالات من نوع B في التأصر شكل الهندسي رباع الأوجه منتظم وصف المغناطيسية داية لوجود مزدوجات الكترونية إذن هذا كان السؤال اللي هو بالنسبة أنه من الأسئلة التي عدت ضمن البرنامج الذي تم الاتفاق عليه ضمن منصة نيوتن والتي تم إرسالها الأسئلة والحلول المناسبة إذن السؤال الأخير عزيزا طلبة 12-5 أحيائي ودعش 5-5 تطبيقي يقول نفرض أن للنيكل هذه العلامة عزيزا طلبة الأرقام اللاتينية الرومانية تدل على عدد التأكسد للذرة المركزية فعندما يعطى في السؤال آيات اثنين معنات عدد التأكسد زائد اثنين للذرة المركزية أو الأيون الفلزي المركزي المعقد مبين أمامك الليغند حيث يمثل ليغند هذا المغلب المطالب شحنة الليغند التهجين للذرة المركزية والزخم المغناطيسي هنا نقف قليلا وعلى رغم أن هذا الموضوع تم دراسته وشرحه في دروس ماضية ضمن برنامج مدرستي لكن إعادة سريعة عزيزا الطلبة إذا كان بالنسبة لنا المعقد التناسق المعطاء الذرة المركزية عنصر من السلسلة الانتقالية الأولى والليغند مجهول الصيغة الكيميائية عندما يطلب إيجاد نوع التهجين سوف نأخذ الاحتماليا بدون ما يقول لي الاحتمال الأول الليغند غير ضاغط والاحتمال الثاني الليغند ضاغط لكن لو نطانيها بسلسلة الثانية والثالثة نأخذ احتمال واحد اللي هو الليغند ضاغط لكن ما طول بالسلسلة الأولى والليغند مجهول نأخذ الاحتماليا تعالوا وياه نشوف هذا السؤال الاحتمال الأول عندما يكون الليغند غير ضاغط هنا يطلب بإيجاد شحنة الليغند باوي عش عوض ما زائد اثنيا من إيجتي من الرمز الروماني اللاتيني المبين أمامك آيات اثنيا يعني عدد التأكسد زائد اثنيا 4L يساوي مقدار ونوع الشحنة على المجال التناسقي عمل رياضية بسيطة إذن شحنة الليغند سالب واحد إذن هذه كانت مقدمة السؤال نأتي إلى التكملة عزاء الطلبة كما مبين أمامك أيضا بشوف خطوات ثابتة يعني طالبنا أنه يجب أن يفهم ويحفظ هذه الخطوات تغيير فقط بالأعداد الذرية للعناصر هذه نقطة جدا مهمة يعني أول خطوة لازم أجد عدد التأكسد للذرة المركزية في هذا السؤال موجدنا لأنه ناطين الأرقام اللاتينية آيات اثنيا يعني زائد اثنيا للذرة المركزية لعدد التأكسد أما في بقية المعقدات وبقية الأسئلة اللي تم حلها نلاحظ أنه أول خطوة يجب إيجاد عدد التأكسد للذرة المركزية خطوة ثانية نكتب الترتيب الألكتروني للذرة المتعادلة مع بيان توزيع الألكترونات النقطة الثالثة نكتب الترتيب الألكتروني للأيون من خلال طرح عدد التأكسد وحسب مبدأ كل يزيد ناقص يتم طرح الألكترونات من المستوى الثانوي S ثم المستوى الثانوي D في حالة أنه زادت عدد التأكسد عن اثنين أو ثلاث كذلك الحال الخطوة اللي بعدها أيضا يتم رسم الأوربتالات لبيان الألكترونات ثم نأتي إلى الخلاصة كما متفاق عليها إذن لاحظ عزيز الطالب الخطوات التي تم حلها لهذا السؤال كانت على النحو الآتي هذه الخطوة ترتيب الألكتروني للأيون شوف عدد التأكسد زائد اثنين فقد ألكترونات S إذن عملية فقدان الألكترونات تتم من المستوى الثانوي S ثم المستوى الثانوي D بعد الفقدان أصبح صفر مهيئ لاستقبال الأزواج الألكترونية الممنوحة من الليغندات بما أنه الليغند غير ضاغط هنا التهجين من نوع S P 3 وقيمة الزخم عدد الألكترونات المنفردة ثنيا تم تعويضها في قيمة E بالقانون وتم إيجاد قيمة الزخم 2.83 ننتقل سوية إلى التكملة لأجزء الأخير لهذه الأسلع عزيز طلب الاحتمال الثاني عندما يكون الليغان ضاغط شوف عملية الضغط شنو الضغط عزيز طلب جعل الألكترونات المنفردة تزدوج في الأوربتالات انتقل ألكترون كما مبين أمامك أصبح هنا زوج ألكتروني وأصبح التهجين من نوع D S P 2 كما مبين أمامك هنا تكمل أعزيز طلب للخلاصة لهذه الأسئلة والمتعلقة بالسؤال الأخير التهجين من نوع D S P 2 من اشتراك أوربتال واحد من D مع أوربتال واحد من S مع أوربتالي من نوع P في التأسر شكل الهندسي للمعقد التناسقي كان مربع مستوي لا توجد الكترونات منفردة في الأوربتالات لذاك تصبح قيمة الزخم 9 و 0 إذن هذه كانت الأسئلة التي عدت من قبل لجنة الكيمياء للأسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي الثاني إذ كان هناك بالنسبة لنا مشاركة واسعة وفعالة من قبل طلابنا العزاء لكن قبل ما نغتمع عزاء نذكركم أنه بالنسبة أن نظرية آسرة التكافؤ أسئلتها معسومة يعني لازم تيجي وزاري فالخطوات اللي ذكرت هناك يرد السؤال من بعض الطلبة أستاذا أنا شمدرين هذا S B أو S B 2 أو S B 3 أو D S B 2 وضحنا هذه الملاحظات في دروس ماضية وأرجو عادة قراءتها بشكل صحيح لنحصل على الدرجة الكاملة اللي هي عشر درجات لهذا النوع من الأسئلة إذا S B الشكل خطي وإذا كان العدد التناسق اثنيا فإن التهجيم من نوع S B وقلنا يشهد عن القاعدة اللي جندات ثنائية المخلب لأنها تمنح زوجين من الإلكترونات وكذاك الحال هنا عملية ضغط قد تحدث لبعض الأوربطالات أما التهجيم بالنسبة لإذا كان العدد التناسقي ثلاثة فالتهجيم من نوع S B 2 والشكل الهندسي مثلث مستوي أما إذا كان العدد التناسقي ساوي أربعة قلنا هناك احتمالين عزائي الطلبة قد يكون S B 3 أو D S B 2 وهذا بالدرجة الأساس يعتمد على اللي جندات سواء كانت ضاغطة أو غير ضاغطة فإذا كان اللي جند ضاغط فإن التهجيم أوتوماتيكيا قاعدة أساسية هو من نوع D S B 2 والشكل الهندسي مربع مستوي أما إذا كان اللي جند غير ضاغط فهو S B 3 والشكل رباع الأوجه منتظم إذن أعزاء الطلبة إلى هنا نأتي لنهاية درسنا لهذا اليوم شكر موصول إدارة فضائية قناة العراق التربوية بمخرجيها ومقدميها شكر موصول للجنة الكيميا وشكر موصول للطلبة الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة